السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عمين ايه يا رب تكونوا بخير وصحة وساعد الفيديو اللي معنا النهاردة يا جماعة الفكرة مش جديدة الفكرة نزلتها في القناة تقريبا من سنة ولكن هي ما خديتش حقها في المشاهدات برغم ان هي النموذج جميل جدا جدا وكنت اتمنى ان الناس كتير تشوفوا لان طبعا اي حد بيتعف في اي حاجة بيعملها فبالتالي بيحب ان الناس كلها تشوفوا وتقول رأيها فيه فانزلت الفيديو تاني اتمنى ان الفيديو تشوفوا للاخر معاليش هو الفيديو طول شوية ولكن اتمنى ان انتو تشوفوا معايا الفيديو لو مهتمين بالشغل ده اول حاجة بنجيب معانا رول الكارتون ده طيب معندي نشره كارتوني بقى قطعة مسورة اربعة بوصة او تلاتة بوصة ما فيش اي مشكلة بالنسبة لان هي اربعة او تلاتة بوصة ده بالنسبة البديل بتاع الكارتون اللي معانا او رول الكارتون بعد كده بنجيب كرتونة معنا على شكل دايرة او اي طبقه عندنا على شكل دايرة وبنحط فيه قطعة السلك دي بنفس المقاس بتاعه الفيديو هيكون في كل حاجة بالتفصيل يا جماعة وكل حاجة ان شاء الله يعني الكومنتات هتكون بإذن الله ما فياش أسلع على قد كده لان هوضح كل حاجة بإذن الله في الفيديو وطبعا اي حاجة أنا موجود معاكم في التعليقات تمام بعد كده بجيب رمل وأسمنت أنا هنا خليت الرمل أضع فين الأسمنت يعني خليت الأسمنت قد الرمل مرتين لان دي القاعدة بتاعت النموذج اللي معنا فبالتالي لازم تكون مسك نفسها تكون قوية لان هي اللي هتشيل الليلة كلها بعد كده بحط الأسمنت وبحط السلكة اللي معنا السلكة دي يا جماعة النوع من التسليح يعني هي بتربط الجزئين ببعض جبت معنا المصورة وحطيت فيها مصمار من هنا ومصمار من هنا ده عشان إيه؟ ده عشان يخلي المصورة ماسكة كويس أو الرول اللي معنا ماسك كويس في القاعدة بتاعته بعد كده بزود بقى على حسب المقاس اللي أنا عايزه طبعا بالنسبة للمقاسات يا جماعة كل واحد وعلى حسب المقاس اللي هو عايزه في الآخر دي لما تشوفه الآخر هتعرفه تمام بعد كده بحط أسمنت بأسمنت في المصورة اللي معنا الخطوة دي مهمة جدا يا جماعة وناس كتير اشتكت إن هي لما بتيجي تعمل قالب من الرمل بيفك منها طيب السبب إيه؟ هقول لكم أنا دلوقتي السبب بيكون إن الرمل بيكون واخد مية كتير أو مش واخد مية مناسبة يعني ده رمل إعادي خالص يا جماعة بنحط عليه شوية مية بيكون بنفس الشكل اللي انتوا شايفين ده بيكون مفال في الكده ما يكونش معاجن يعني ما يكونش عليه مية كتير تمام فبالتالي لما بنضغطه بنضغط طبقات كل طبقة بنضغطها بنحطها بنضغطها فبيطلع معنا بنفس الشكل اللي هتشوفه دلوقتي أي أن كان بقى الآلب اللي هتعملوها هتعملو بنفس الطريقة دي يعني هي هي نفس الطريقة دي طالما أنت عايز تعمل قالب من الرمل أو سطنبا من الرمل بعد كده بتيجي تقلب القلب بيطلع معك بنفس الشكل ده مظبوط مية المية ما فيهوش أي حاجة ولا مفرول من هنا ولا أي حاجة خالص بصراحة مظبوط تمام التمام بعد كده بتحط أسمنت أسمنت ورمل نفس القوام أو نفس المعدير اللي أنا قلت عليها برضه الأسمنت قد الرمل مرتين وبتبدأ بعد كده تساوي القلب اللي هتشوفو ده يا جماعة يعني بيكون قوي جدا جدا يعني هتشوفوه دي الطريقة الصحيحة أن انت تعمل قلب وما تقلعش منه لا يسرب مية ولا يتكسر بسهولة ولا الكلام ده خالص ينفع في أحواد السمك ينفع في النفورة ينفع لو أنت هتعمله أصيس هتعمل أي شكل أيا كان هتعمله بنفس الطريقة دي هتطلع معك كويس جدا بعد ما حطيت الأسمنت الطري اللي معانا بيرش بعد كده إلى الأسمنت الناشف دي خطوة مهمة جدا يا جماعة بعد كده بالفرشة وبابتك أمسح وازبط الدنيا كده وبعد كده بخربش بأي سكينة أو بأي حاجة عنده بعمل طبقة تانية مهمة جدا أنت هتعمل طبعتين يعني ممكن تزود عن طبعتين لكن ما تقللش ما تعملش طبعة واحدة بعد كده بحط برضو الأسمنت الناشف وببدأ بساوي برضو بنفس الطريقة بالفرشة اللي معاي بسيبها يوم ولا اتنين طبعا أنا الشغل كله بعمله مع بعضه الشغل اللي هو اللي هسيبه لحد ما ينشف وبياخد كل وقت واحد يعني بعد كده بفض الرمل اللي فيها وبحط طبعة أسمنت تانية مهم جدا يا جماعة طبعة الأسمنت الداخلية دي علشان خاطر هتخلي الشكل معاق قوي وما فيهوش أي مشاكل بساوي طبعا الأسمنت اللي جوه ده ممكن يكون أسمنت صافي بس هممكن يكون أسمنت برمل نفس القوام اللي احنا قلنا عليه بعد كده بحط معنا الأسمنت الناشف نفس الفكرة يا جماعة اللي احنا عملناها من الخارج بعملها برضو من الداخل برضو زي ما انتم شايفين كده كل ما يخلي الشكل معايا التخانة بتاعته أو السمك بتاعه كبير هيزبط معايا هنا بعمل قالب صغير بنفس الطريقة اللي احنا اشتغلنا بها بحط الرمل بكبسه كويس وبعد كده بسويه هم حاجة بتكبس الرمل كويس ويكون الرمل زي ما قلتلكم يا جماعة يكون مفال فيل ما يكونش معجن أو يكون المية بتاعه تقول لي هيلا وببدأ بساوي وبعمل نفس الخطوات اللي عملتها في القلب الكبير ده بعد ما نشف شوية ببدأ اعمل الفتحات اللي انتم شايفين هادي بعمل اربع او خمس او ست فتحات على حسب الحجم اللي معايا بعمل برضو هنا فتحة في النص وببدأ بخربش بنفس الطريقة اللي انتم شايفين هادي طبعا ممكن كل واحد على حسب ما هو عايز الشكل معاه هيطلح في الاخر ازاي ده بترجع لكل واحد ونظرته او تخيله للفينيش بتاعه تمام بعد كده برضو بزبط التفاصيل اللي معايا طبعا انا هنا هعملها كأنها طالعة من جزء شجر يعني الجزء اللي فوق طالع من جزء شجر فبيكمل بعضه هتشوفوه دلوقتي بإذن الله وهيكمل كله بنفس الشكل اللي هتشوفوه اهم حاجة جماعة بيبقى في شغلنا التفاصيل الصغيرة دي هي اللي في الاخر اللي بتزهر لان انت بعد ما بتلون كل حاجة بتبدأ تزهر معاك نفس الموضوع بديها برضو طبعا من الداخل وبازبط اللي اسمنت بتاعه بحيس ان هي تكون من جوه نعمة يعني السطح اللي الملمس بتاعها نعم ومزبوط طبعا دي بتكون نشفته كله تمام بفك منها لايه الكارتون اللي هنا عملتها ما فكها ومنظفها من الكارتون وكده تمام تمام بعد كده بحط بحط شوية مية جماعة اهم شيء تحط شوية مية وبعد كده بتحط اللي اسمنت اللي معاك لو محطتش مية كل ده هيفوك يعني اللي انت هتلزهه دلوقتي هيفوك بحط بعد كده الحوض الكبير خالص اللي انا عملته معلش هو عشان طويل شوية فمش تظاهر فمش تظاهر كويس نجر المرحلة اللي هنا بقى انا هنا جماعة استخدمت استخدمت الحبل الحبل ده ممكن انت تستبتله بايه انا هنا استخدمت الحبل وورق الالمونية ممكن تستخدمه بورق جرايد او بورق كرتون مفيش اي مشكلة هو الموضوع كله ان انت بتعمل بروز بتاع الفروع بتاعت اللي بتبقى موجودة في الجزعة بتعمل البروز دي بايه شيء مفيش اي مشكلة تمام الحبل ده كان عديم عندي كنت كان من فترة يعني فما كنتش محتاجه فاشتغلت به ممكن تعملها بقماش كمان يعني لو عندك قماش مكون قماش بغيرة وتعملها بقماش بغيرة هتكون برضو ماسكة جامل من يعني بعد كده لما بتاخد طبعة الاسمنت اللي انت شايفينها دي بيكون الجزء كله قطع واحدة بعيد عليها طبعا بالاسمنت ويفضل يكون اسمنت صافي تمام باجي هنا طبعا ده الحد الكبير يا جماعة بحط في شوية مية الاول وبعد كده بحط شوية اسمنت وقطعتين من الفل الابيض ما عنديش فل الابيض ممكن احط طوب اللي هو الطوب يا جماعة طوب الاحمر ده او اي حاجة بس ترفعن شوية تمام بعد كده نفس الموضوع بحط اسمنت صافي كل الحاجات دي يا جماعة بخدمة للشغل اللي معانا يعني كل الحاجات دي بتخدم الشغل اللي معانا وبتخليه قوي جدا ومستحيل ان هو يسرب بعد كده بحط شوية اسمنت وبحط معايا الحوض اللي هو الصغير برش برضو مية من تحت وبحط برضو ايه نفس الموضوع طبعا بواسطانه بحيث ان هو يكون متسنتر في النص بالزبط بعد كده بجيب معايا الصبغة الاخشاب او الصبغة اللي هي التلوينة اي نوع من الواع الصبغات مفيش مشكلة ما عندي الصبغات مفيش مشكلة بجيب اي دهان مائي باستخدمه اللي هو القورة طول او بجيب بلاستيك ابيض وبحط عليه اسود اللون اسود اللي هو التلوينة وباستخدمه عادي لان دي الارضية لازم تكون معايا غمقة يعني ممكن اخليها اللونها اسود ممكن اخليها لونها بن غامق مفيش مشكلة بعد كده بابدأ قديها برضو من فوق اللون اللي انا عايزه بالنسبة الالوان اللي انا مستخدمه هنا يا جماعة انا استخدمت اللون اللي هو الصبغة الاولانية اللي هي الارضية بعد كده اللون اللي هو البني او النبيتي الغامق واستخدمت اللون تاني اللي هو الزيتي او الاخدر والاصفر دي بالنسبة للالوان اللي انا استخدمتها في الشغل ده طبعا كل الالوان دي يا جماعة الوان مائية يعني كل الالوان الوان مائية يفضل زي ما انتو شايفين طبعا اهم شيء التحديد واهم شيء التفاصيل دي هي اللي بتباين الشغل والناس اللي هي بتعمل شغل مسلا وبيكون في بعض الحاجات اللي مش من الصنفرة مش من الزبطة كلام من ده الالوان بتظهر العيوب يا جماعة مش بتدار العيوب يعني كل ما هتحط الوان كل ما هتباين لو في عيوب في الشغل هتباينه مش بتدارية نيجي بقى للخطوة المهمة وهي المطور المطور اللي احنا شايفينه قدامنا ده جماعة هو مدخل ومخرج واحد بس مزي المواطر التانية المواطر التانية بيبقى مدخل للمياه وفيه تلات مخارج ده مدخل ومخرج واحد بس بحطه بنفس الشكل اللي انتو شايفينه ده بحطه فيه الطبق اللي تحت والخرطوم ده بعديه من الخرم اللي في النص اللي انتو شايفينه ده طبعا بس من تحت ايه مش من تحت من جنب المطور من تحت تمام طيب هنا بحب يعني بحط ايه عشان ما يسربش انا كده لو فتحت ما يسرب بحط السيليكون تمام طب انا معندي السيليكون احط اسمانت اسمانت صافي يعني شوية اسمانت صافي بدون رمل والف حوالين الخرطوم لكن انا هنا استخدمت الاثنين يعني انا الاول اعملت السيليكون وسبته ينشف خالص براحته تمام وبعد كده اديته طبعه من الاسمانت الصافي اهو رشيت مية الاول وبعد كده حطيت طبعه اسمانت صافي كل دي يا جماعة خدمة للشغل اللي معانا عشان خاطر الحاجة لما نستخدمها او نباعها تكون عمرها طويل وما يكونش فيها اي مشكلة شايفين يا جماعة الشكل بسم الله ما شاء الله خدوا بالكم هو كده انا جربت وما كانش لسه خد اه لا بوليستر ولا خد ورنيش ولا خد اي حاجة خالص يعني الالوان كده يا جماعة زي ما عملتها بالظبط ما خدتش اي حاجة طبعا الصح بقى واللي انت هتعمله ان انت هتديها بوليستر بوليستر طبعا انسى بقى يعني العمر كله ولا يحصل في اي حاجة بعد الخدمة اللي انت شفتوها دي وبعد البوليستر طبقتين بوليستر خلاص كده شكرا هتبقى عاملة زي الرخام بالظبط بعد كده بحط الميا تحت وفوق تمام بزود بقى ميا زي ما انا عايز طبعا مهم جدا يا جماعة الفتحات اللي انتو شايفينها اللي هتنزل الميا دي تكون بنفس الشكل ده تاخدوا بالكم برضو بأسمنت وتتزبط بحيث ان هي تكون بعيدة عن الطبق اللي فوق بحيث ان هي يكون شكلها كويس وتنزل الميا في اللجناب بشكل منتظم تمام بحط الميا طبعا لو عندي قواقع عندي اي حاجة بحط طبعا كل الحاجات دي على حسب كل واحد واللي هو عايز بيكون معانا بنفس الشكل ده نفورة جميلة جدا شلال هتبقى دلوقتي قدامكم من بعيدة جماعة شكلها تحفى 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 بحاجات بسيطة هي اخدت وقت مش هقول لكم لا او بصراحة عابدتوا في الشغل لكن في الاخر والله انا في ناس اليف ان هي عايزة تخوتها تشتريها ولا مغضيتها باعها لان بجد لما بتتعطى حاجة بتبعى لا مش بالسهل ان انت تفرط فيها لكن بصراحة في حاجات كتير ممكن تعملها متاخدش منك وقت يعني يوم تكون خالصة يومين كل يوم شوية بتخلص فدي بتطفع ما فيش مشكلة بالنسبة لها ببطو لكن الحاجات اللي زي دي طبعا بالنسبة لي بتكون لا انا باذن الله حطف مكان عندي لا ماركونة كده بالنسبة لي احسن ما تبقى اه ده الشكل يا جماعة جميل جدا جدا بسم الله ما شاء الله طبعا الرأي في الاول وفي الاخر اللي حضراتكم مستنى تعليقاتكم ان شاء الله واتمنى الفيديو يكون بالنسباتكم مفيد ومعلش الفيديو تول شوية بشكركم جدا جدا ومتلسوش تعمل لايك وشير الفيديو سلام عليكم